السلام عليكم ورجعت لكم في حلقة جديدة من انطباعات ون بيس خلونا نبدأ في شغلتين ابي اقولوا مقابل اتخذ انطباع الحلقة الاولى بالنسبة لانطباع ناروتو احنا فعلا كنا مجهزين انطباع بمشاركة من طاقم القناة من شوفين جوجل بلاس وايضا بمشاركة من اللي واسلوني على الايميل على اساس ان احنا راح نسوي احتفالية الحلقة الاخيرة من ناروتو فاذبنا نتفاجئ ان مادا مادا دميه باقي ما بعد فبعيد تكوين الحلقة وبننزلها لكم اليوم او بكرة اللي هي انطباع فقط عن ناروتو بدون الاضافات هذه النعف متى بنتهي الالمي او تبون نزلها حلقة خاصة انطباعات الناس عشان تشوفون رأيهم فيه الشغلة الثانية وللأسف والشديد الأسف من المرة الثانية تم تأجيل حفل او ان جي لظروف طارئة وتم تأجيل الى الشهر نوفمبر على هذه الحال قناة اي اي شو ما راح تقدر تغطي الموضوع هذا فبنسبة كبيرة احنا راح نكون موجدين في ابوظبي لازلنا في تواصل معهم ان شاء الله انهم يسمحون لنا بالقدوم التغطية وقتها راح نلاقيكم في نفس موعد او ان جي اللي هو 27 28 29 اعتقد في من الشهر هذا اللي هو نفس موعد حفل او ان جي 27 28 29 اي نعم 27 28 29 راح يكون في جزيرة ياس في ابوظبي حفل اني مي او كأنها مكتوبة اني مقصود فيها اني ميشن ميدليست راح يكون حفل كبير ان شاء الله باذن الله يتم الموافقة على تغطيتها والحين نجي الى زبدة اليوم حلقة وان بيس صراحة 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 حلقة قوية يعني من كثة الاشياء اللي بيعلق عليها خاف انسة صراحة بعض الاشياء ببدأ حسب ترتيبها في بالي حب شي شي اول شي قوة القط الافعة نيكو ماموشي القوة هذي خيالية اللي انا شفتها صراحة قتاله مع جاك كان كقتال سياف ند الى ند هنا ما اقولك قتال سياف جاك بدا مع نيكو ماموشي كسياف قتال بالسيف بعدين شاف انه ما في فايدة نيكو ماموشي شيله من خطومه ورجى خبه وجاك لجع الى حيال اخرى اكون معكم صريح لما شفت موضوع التناوب ما بين نيكو ماموشي و اينواشي على جاك قلت هذي يعني حتى لو دفوقته عليه هذي غير عادل الرجل قاعد يقاتل خمس ايام متواصلة وانتم رحين جايين رحين جايين عليه تريحون وجون فالذب الموضوع لا صراحة من الجهتين ما كان في توازن جاك ما بقى سفينا ما جابها الطول خمس ايام سوف جاك قاعدة تيجي 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 يعني كلما ارهاقوا جنوده دخل جنود مما يعني الموضوع مش قتال بس حرب حرب اللي قاعد يسويها جاك نيكو ماموشي و اينواشي لو انهم متحلفين على جاك اعتقد كانوا بينتصرون عليه فاللي قاعد يصيره نحين نفس اللي صافيه درسوزا خطأ حاكم خطأ حاكم في درسوزا الحاكم هو اللي يسمح الدفلمينغو يسوي هالشي وهنا نيكو ماموشي و اينواشي هو اللي يسمحه يعني كل واحد فيكم قادر طول خمس ايام يخلي جاك يلهثوا اياه لو انكم اثنينكم متعاونين ليش متعاونوا اثنينهم بكل بساطة واحد فيكم يصحى بدري ثلاثة اربع ساعات واحد فيكم ينام متأخر ثلاثة اربع ساعات تتقوم في النص سهرة و شوي جماعة مبدع السهر من ذيك الحلقة و اقول اي نوراشي عن مبدع السهر عطوه شي سهرة هذا الشي اللي محتاجه هد عنك النومة و بعدتها الين جات اللحظة اللي قالوا انه اطلق الغاز في المدينة الحمد لله انهم جابوا هالمشهد اني كنت متشوقة من اسبوع اللي فات في بعض اللي ارسلوا لي الصور عن الصفحة اللي فيها واندا تتكلم وقول انه تم القضاء عليهم باستخدام غاز سيزر انا قلت لي اللي ارسلوا لي الصورة هم يقولوا هذي لقطة محذوفة انا قلهم يا جماعة مهيب لقطة محذوفة ترتيب احداث الانيمي يختلف عن ترتيب احداث المانغا المانغا لها طريقة سرد خاصة لانها تسرد تدخل فيه التجارة تدخل فيه الاعلانات تدخل فيه شد المشاهد تدخل فيه عوامل كثيرة الحقائق راح تجي بعدين الانيمي اللي بيغيب حقائق المانغا 360 درجة يبين من بدايته هذا اجاب لك انه مرح يغيب الحقائق اوهو نوت واضحة فيهم ناخرها من هنا نجيبها هنا فقط هذا الموضوع فانت حركت علي الحين حركت علي انه سبب هزيمتهم غاز سيزر انا لسه في الاحداث قل لا هذه ما تعتبروا حق هذا حذف ما قادي مني نطلع المصطلح الجديد هذا اللي اسمه حذف وببلغ عليه استخدام جاك لغاز سيزر حيلة محارب حيلة محارب ومن كان له حيلة فليحتار لكن مو معناه انه مش حيلة قذرة هنا لما قالت واندا احنا كنا متفوقين عليهم لولا ما حصل وقال الانواشي ما حصل قد حصل الملك المهزوم لا يقد يقول انا هزنت بسبب كذا ولا كذا انا مهزوم جاك خدرهم صلبهم عذبهم على شيهم مبعفينة خلاص شنو اكثر من كذا لكن هو قالها من قبل مشكلاتكم انه مش عندكم مش مشكلتي انا غلطاتكم يعني انسان ما عنده منطقية وهم بسبب هوجهم وغباءهم اكون معكم صريح هذا هوج وغباء سالفة التناوب عليه اتحدوا عليه وخلصوا منه بعدين شرح انواشي للوفي انه سبب خروج جاك من الجزيرة هو الخبر عن دوفلمينغو وانا بدأوا يوبطون جاك بالدوفلمينغو واجهي جاك استخدم الغاز اللي سواه سيزا والدوفلمينغو فاكيد دوفلمينغو باع عليهم لكن طرح ما انه جاك خرج في انقاذ دوفلمينغو اذا بينهم علاقة واطيدة طبعا احنا واضحا لنا انهم علاقة واطيدة لكنهم يتكلمونك بعين الحاضة احنا نتكلم احنا عين المشاهد عين المشاهد تشوف اشياء هم يشوفونها داخل المسلسع يعني تقول واضحا انهم علاقة بسيزا من حدث سيزا موضح لنا الكاتب منهم علاقة اشكر يبدو انهم يكتشفون الحين لا اهم الشخصيات وهم عين الشخصيات عين الشخصيات تختلف عن عين المشاهد انا احيانا افسر على شخصيه و اقول تالا انا اتكلم بعين الشخصية يعني ciao dashman شخصية داخل اشياء عين المشاهد ان surgeons تشوف ليش بها الشخصية سوت كده تشوف الاسباب شوف نظرة طوئية لانك تشوف هذا اصيد روه وعناب تشوف تصريب ذويOr تحركه وبينما اللي حظين هنا واللي حظين هنا مش عارفين فهنا انا لما انتقد بعين الشخصية وبعين المشاهد لوفي لما سمع سيزر طول الحدث مو بذكر اسمه بس لما حقد ذكر اسمه غضب لوفي على سيزر هذا برض خاطري لانا في كثير توقعنا سيزر ينضم للطاقم لوفي هنا اتش مرة ثانية يعني مستحيل انا انا ضد 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 انضمام سيزر للطاقم مصائب سيزر لا تعد ولا تحصى نيجي لاجابة السؤال اللي كنا نعرفها من الزبال اشلون رقوا على ظهر الفين نامي وسنجيب شباب يا الله الطريقة اني ضحكت يا الله سيزر برضو حرت فيه اكثر خلاص هنا عنده قرب يكفر ذنوبة اللي سويتوا فيه اول شي خلوه منطاد يقولون لكلت ابن ورقة طيب رقة قلنا خلنا دخل الغابة قال يالله طبعا لازم يصير عنده عنجهية واذا كده بشخصية واجد اذا عنده عنجهية والله لو اطقها يالله مامي ما عندي كده قال يالله ما نمسا عملكم والله شاتا شباب شوتا مبسنجي موش ابوك شباب 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 فانق شباب فانق شباب فانق ك案.. سيزر خلنا خلوص يمحبه شباب 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 فانقا jam سيزا ووزها وشلتها شلوتها اليوم وصلوا مع سنجي الى المينك وكانوا على حفة الموت طالب انهم بيدوا المساعدة بس مادي هو اللي عاشق النمرة او الاسد اللي هو طلبهم يعني هل هو انتباع انواشي او انتباع نيكو وماموشي اللي شافوه في الغابة عن عمامه طلب منهم المساعدة باختصار شبه موجود وسنجي موجود والشلوت موجود او البوز موجود او الفينجر موجود السلاح السلمي حق شبه بيخلون سيزر يبتلع الغاز ما لها حل اخر سيزر يقدر ياخذ الغاز حقه ويقدر يقضي عليه ويطلق غاز مضاد يساعدهم يعني المضاد للسموم عنده كيشي عنده وصدقوني هو شلوت واحد ويطيبون الناس نجي الحين الى قتال بروك مع الشبهد في الغابة كان قتال جميل صراحة بروك اثبت فيه انه قادر لولا البلاهة حقتي يعني بروك قاعد لاهي مع هذه السنجاب زين ما قال لها كلمته سؤاله المعروف ولاهي مع نامي وما كمل على شبهد لكن قدر يقضي عليهم بطريقة جابوها على انها كوميدية بصراحة طريقة بروك جبارة من زمان انا مشتاق لوجه بروك هذا اللي طلع فعلا جميل الحين بجيكم باقول لكم كشف بعض الاشياء اللي اشكلت على الناس من الحلقة اللي فاتت الماء اللي نزل وضح من الماء انه جاك متأثى وانه فيه ناس كثير من جنوده متأثى وحنا نعرف ان الجنود حقين كايدو كلهم مستخدمين فاكهة شيطان فليش الماء ما اثر فيهم هل عندهم قدرة خاصة واللي قال انه ممكن استخدمه الهكي والهكي يساعدهم ونظريات كثيرة هي بسيطة من قبل الكاتب شرحها اول شي هم قالوا لك طاقم جاك مستخدمين فاكهة زونك انه يبحث عن تجهيز جيشه وجابوا لك جيشه قفتر وننقفتر ففي ناس انجاوفوا في الماء فعلا لكن اللي نجاولي سببين غير جاك اللي نجاولي سببين فيه ناس قالوا بسرعة قفزوا على التمسيح وعلى المباني وفيه ناس انجاوفوا فاللي قفزوا هم تأثاروا فقط اما البقية انجاوفوا وقعدوا يساعدونهم طيب جاك ليش واقفوا يا جبل ميه الزكريه نظرية قالها اوكيجي في فيلم جزيرة اليد انا قلتها من قبل او في فيلم زد ما يمدك هل هو فيلم زد ولا فيلم جزيرة اليد لازم ترجعون لها وقلت فيه اكثر من حلقة ومضات في اكثر من حلقة التساؤلات في اكثر من حلقة انطباع ولا زلتم ما رجعتم لها وما زلتم تسألون نفس السؤال وسويته في حلقة التصريحات الكاتب وسويته من جديد وجبتكم التصريح يجمع ركزوا ماي على النقطة هذه ايا كانت كمية الماء وايا كان حجم الشخص طالما ان الماء ما تتجاوز مستوى الركبة ما يبدأ يأثر فيه مش ما يأثر ما يبدأ في التأثير فيه لازم يتجاوز مستوى الركبة اللي يأثر فيه الماء من مجرد ما يلمسه مثل لوفي فهو مقاومة للماء ضعيفة ولوفي من حالات الاستثنائية فاكيهة لوفي من حالات الاستثنائية في كونها كبراميسيا فيها بعض خصائص اللوغية الغريبة فاكيهة لوفي فيها حالات استثنائية كثيرة تحتاج الى دراسة وتحليل كبير لكن اوكيجي قال احنا لما يصيبنا الماء لازم يتجاوز مستوى الركبة ومن فوق مستوى الركبة تعود الى قوة الشخص الى متى يقدر يستحمل في الماء يعني لوهو يلمس الكاريسك يخوف في الارض بينما ايس كان يمشي ولكن فيه شيء فهو مدى قوة تحملك مش مدى قوة تحكمك في الفاكهة غير مدى تحملك لمضادات الفاكهة فلما ترجع للصورة وتشوف جاك الماء ما غطى ركبته بالكامل وحتى لو الماء غطى ركبته بالكامل وهالشي ما صار طبعا حتى لو صار ما كان بيتأثى احنا نتكلم عن نائب يونيكو جاك المصيبة اللي مسمى بكارثة القحت ايضا من الكلمات اللي تحتاج توضيح كلمة قوية قالها نيكو ماموشي توضح مدى قدرة الكاتب وتعلقه بالاساطير قال نيكو ماموشي لجاك راح الاحقك لو قتلتني ترى اسوأ لك لو تقتلني لانك لو انت في مصيبة قال لجاك انت في مصيبة لو تركتني حي بنتقم منك ولو قتلتني بلاحقك بلعنتي شين النقطة هنا النقطة معروفة عندما تقتل قط ظلم هذه من الاساطير لما تظلم قط وتقتله فان لعنة ستلاحقك عن القط هذا وتصيبك بلعنة ادهى طبعا ما لها علاقة بالقط لكن الناس كانوا يتنمرون على القطة بشكل اكبر الحيوانات لها حقوق وحفظها لها الله سبحانه وتعالى فاعتدائك على اي نوع من انواع الحيوانات ظلما فيها لعنة عليك فيها لعنة عليك فيها مصيبة عليك لذلك حرم الصيد عندنا احنا يا مسلمين حرم الصيد لاجل المتعة تصيد لاجل الاكل انك تبيه اذا ما تبيتاك لانت تأكل غيرك بس تصيد للمتعة فهذا اعتداء وهو حرام وكل شيء حرام عليه اذم فهذه نراها هكذا كمسلمين لكن الناس اللي ما عندهم الثقافة الاسلامية اللي عندنا يرونها كلعنة كروح شريرة تلاحقك فانيكو اكثر شيء يصير مع القطة ليش؟ لان اكثر حيوان يتنمر عليه الناس دون ان يؤذيهمه القط فصارت اللعنة متبطة بالقط فانيكو ماموشي يقول لو قتلتني بيجيك لعنة ايضا يعني انت رحت فيها يا جاك ايضا من الاشياء اللي في الحلقة اللي فاتت لما قلت انا ليش نيكو ماموشي قال الغاز طبعا طلعت المفهوض يقول لان ادعى اي غاز يفلت من هنا هذا خطأ في القراءة مني انا اعتذم منه فعلا انا مخطئ المترجم ما علي اي مشكلة مشكلة لكلما صحح للمعلومة على السنابشات ايضا من الاشياء الجميلة هذه طبعا قلتها في الترجمة العربية وما ادي كيف هم قالوها السنجابي اللي خافت من مومونوسكي قالت ثعبان البحر طبعا مومونوسكي شكلها قريب من شكل ثعبان البحري لكن قريب بنسبة خمسة بالمئة لكن اقرب ماله التنين البحري واللي نوع من انواع ثعبان البحر واللي سمى بالسربنت بحاول ان شاء الله ان يكون لقيت له صورة هي تشوف بهالشكل ان السربنت البحري هو التنين اللي ماله اقدام و زي الثعبان فهذا حسب الاساطيف هل هي الترجمة الصحيحة قلت له فعلا الثعبان البحري شافتك انه فعلا الثعبان البحري ولا كانت تقصد بها التنين البحري لان اذا كانت تقصد بها التنين البحري فهذا سيوصلني الى نظرية ثانية انه سيكون اكثر من نوع فاكهة التنين و مومونوسكي عنده وحده من الفواكه هذه لان التنين اشكال و كل تنين يعتبر فاكهة زون اسطوري و كل تنين عنده قدرة خاصة و قوية جدا في النهاية لا تنسون تتابعوني على سناب شات و على تويتر هذا هم حساباتي و في النهاية شكرا جزيلا يمكن من دعم القناة حسابها في البيبال فوق حساب القناة في البيبال ايميلي للي حاب يعمل اعلان او دعاية و هنا هاشتاغ اي اي شونا و في النهاية كلكم قلوا معي سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله لا تستخفك و عطوب اليك لا تنسون الشيء و لايك و سبسكرايب شوفكم